أيضا اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية ما الذي ميزها؟ نعم هيبا اليوم ميزها حضور كامل أعضاء الحكومة والوزير الأول عبدالعزيز جرات وأيضا كانت جلسة نستطيع أن نقول لنا مشاركة لأن الافتتاح دورة البرلمانية والبرلمان الجزائري لديه غرفتين غرفة سفلة التي هي المجلس الشعبي الوطني ثم الغرفة العليا والتي نحن أمامها الآن وهي مجلس الأمة كان هناك ثقة كبيرة في النفس من طرف ربما النواب ومن طرف أيضا رئيس المجلس الشعب الوطني سليمان شنين وأيضا قجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة وبالتالي الكل يركز على ما هو قادم وما هو قادم سيكون ربما حملا ثقيلا على البرلمان الجزائري الذي يواجه انتقادات كبيرة في مناقشة مسودة الدستور لاحقا كريم ما هي أبرز التحديات التي تواجه البرلمان اليوم بغرفته التحديات قائمة الآن حول البرلمان لأنه يجب عليه أن يتجاوز ربما مشكلة شرعية لأنه برلمان تابع للعهد القديم والتحدي الأكبر هو كيف يناقش برلمان قديم في عهد بوتفليقة يعني مشروع جديد للدستور الذي يعد اللبنة الحقيقية لبناء الجزائر الجديدة لسهنا من يقول هذا ولكن الرئيس عبد المجيد تبون أيضا وكل المراقبين يقولون بأن ربما هذا الدستور قد يكون هو نواة بناء الجزائر الجديدة بالتالي كيف يعقل أن ربما يناقش الدستور القديم في عهد بوتفليقة هذا هو أكبر تحدي لكن رغم هذا توجهنا بمجموعة من الأسئلة للسيناتورات وأيضا لنواب البرلمان وأكدوا بأن هؤلاء فيهم الطالح وفيهم الصالح فيهم من كانوا مع بوتفليقة وفيهم من كانوا ضد بوتفليقة وركزوا كثيرا على أن الوقت الماضي شهد تغييب لفعالية دور البرلمان وبالتالي كل مؤسسة الدولة كانت معطلة ولا يجب إلقاء اللوم على البرلمان وفقط مطالبة الشعب ربما أو المراقبين بضرورة حل المجالس الشعبية والولائية وحتى وصولا إلى الغرفة العليا والسفلة للبرلمان شكرا جزيلا لك مراسل الغد من الجزائر كريم قندولي